اهلا بكم مشاهدينا في برنامج تقدير موقف يأتيكم هذا الأسبوع من العاصمة الأمريكية واشنطن بعد سباق طاحن استمر قرابة 18 شهرا انتهى السباق نحو البيت العبيض بفوز لافت للمرشح الجمهوري دونالد ترامب على حساب المرشحة هيلاري كلينتون ورغم أن الاعلام والمشاهير والاستطلاعات الرأي وحتى نتائج الاقتراع الشعبي كانت إلى جانب كلينتون إلا أن ترامب تفوق على المرشحة الديمقراطية وقلب جميع التوقعات متخطيا عتبة المائتي والسبعين الضامنة لأن يصبح رئيس الخامسة والأربعين فوضى استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة بدت تثبت فشل هيئات نشرت توقعات خاطئة روجت لفوز مطلق لهيلاري كلينتون أكثر من ثمانين مسحا أجرت هيئات الاستطلاع العشرين الأهم في الولايات المتحدة بما فيها شبكات التلفزيون النافذة والصحف ووكالات الأنباء رجحت غالبيتها كفتة كلينتون على ترامب بدت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ومعها أنصارها منتشينة بنتائج الاستطلاعات المتتالية التي توقعت تقدمها حتى أوهمت الكثيرين بفوزها لم تكن استطلاعات الرأي جزء من القواعد والقوانين التي تحكم الانتخابات لكنها أثارت الحماسة في المعسكرين الديمقراطي والجمهوري خاصة أن بعض هذه الاستبيانات جرت بعد مفاجآت أثيرت خلال الحملة الانتخابية كلينتون عززت موقعها في استطلاعات الرأي بقوة بعد تسريب فضائح متتالية ضد ترامب سببت إرباكا في معسكر الجمهوريين لكن ترامب عاد يستعيد موقعه في التوقعات بعد التحقيق في قضية البريد الإلكتروني لكلينتون أما المرشحة الديمقراطية حذرت من ثقة زائدة في معسكرها بعد إصدار استطلاعات توقعت فوزها باستمرار هذه الاستطلاعات دفعت ترامب إلى التقليل من قيمتها والتشكيك فيها لتفادي إرباك معسكره في الحملة الانتخابية المحمومة لكن نتائج استطلاعات الرأي في الانتخابات الأمريكية أظهرت أن الهيئات القائمة عليها تواجه تحديات كبيرة تزعزع مصداقيتها وتقلل من قيمة المعايير التي تعتمدها بسبب توقعاتها الخاطئة أرحب بضيوفي هنا في سوديو واشنطن فيكتور شلووب الكاتب الصحفي والأستاذ خليل جهشان المدير التنفيذي للمركز العربي بواشنطن جو ماكرون الباحث في المركز العربي بواشنطن ومحمد المنشاوي الصحفي المختص في الشأن الأمريكي بالتلفزيون العربي أرحب بكم جميعا وأبدأ معك أستاذ خليل جهشان إذن دونالد ترامب فاز رغم وخلاف لكل التوقعات سواء من جانب الإعلامة أو استطلعات الرأي العام كيف حصل ذلك وكيف يفسر ذلك؟ بدون أي شك فوز ترامب في هذه الانتخابات الرئاسية كان مفاجئا للجميع ومن بينهم ترامب نفسه أعتقد أن الكل تفاجأ ليس فقط من الفوز ولكن من حجم هذا الفوز المشكلة تكمن في الواقع في عدة عوامل منها وأهمها أعتقد أن استطلاعات الرأي العام والمحللين للأخبار ولأيضا الانتخابات الأمريكية أو النظام الانتخابي الأمريكي أعتقد أنهم بالرغم من أنهم أشاروا منذ بداية الحملة الانتخابية إلى وجود صوت غاضب في هذا البلد ولكنهم لم يتحققوا بالفعل من حجم وعمق هذا الغضب الموجود في الولايات المتحدة فالمفاجأة كانت أنه تحول هذا الصوت الغاضب في الواقع إلى ثورة من كبل خصوصا الرجل الأبيض في الريف الأمريكي الذي وصل إلى اقتناع بأن النقبة الحاكمة في واشنغتون لا تلبي مطامحه ولا تخدم مصالحه وحن الوقت للتغيير بشكل أعمق بكثير مما تصور جميع الخبراء أستاذ شلهوب هل استطلعات الرأي كانت ربما وكما قرأ ذلك كثير من المراقبين تتمنى أكثر مما تتلمس وتنظر إلى الواقع تتمنى فوز كلينتون وبالتالي أظهرت من خلال نتائجها المتواترة أن كلينتون هي الفائزة بما لن يدعى أي مجال للشكل يعني إلى حد ما تحت السطح كان فيه نوع من التمنى خاصة في الإعلام الليبرالي المطبوع والمرأة لكن إنصافا للإستطلاعات ظهر بعض الإستطلاعات قبل خمس أيام هي حافظت طوال 93 يوم على التوالي بتفوق بين 4 إلى 6 نقاط وأحيانا وصل لتسع نقاط قنبلة مدير الـ FBI جعلت رصيدة يهبط حوال 3 أربع نقاط لمدة يوم عين لأيام قليلة فقط قبل تصويت إنصافا للإستطلاعات شفت رأيت بعض الإستطلاعات ومنها لوس أنجلس تايم قبل حوالي 6 أيام أو 7 أيام أشارت إلى أن الميزان يميل لصالح ترامب بفارق خمس نقاط الحقيقة يعني جرى المرور على مرور عبر على اعتبار أنه خارج السرب لكن هذا الاستطلاع واثنان آخرين على الأقل وضعوا الأصبع على الجرح مسألة الصخط في صفوف العمال النقابات العملية والسود وبعض اللاتينو المتحدرين من أصل أمريكي جنوب يصنفون بالأقليات وهؤلاء بالضبط كانوا أساس الخسارة تصوري 30% من السود وفي ولايات محسوبة كانت من المسلم بها للديمقراطيين ميشيغن وويسكنسون بينسلرانيا بشكل قاطع وإلى حد ما نوز كارولينا وفلوريدا لكن هذه الدول الولايات الثلاثة الصناعية هذه فيهم كتل من السود والنقابات العملية حملة كلينتون على ما يبدو كانت مطمئنة إلى أن هؤلاء الناس كما يقال لنا في لبنان بالجيبة لكن هذا كان وهم ربما المؤيدون لكلينتون سواء من الذين نظموا الحملة وسيروا عليها طوال هذه الأشهر أو مؤيدين من الجمهور العادي يركنوا كثيرا إلى الإستطلاعات وسنرى نحاول أن نفهم أكثر الأسباب أستاذ منشاوي دعنا من الإستطلاعات التي ربما تخطئ وربما تصيب أو حتى هناك من يرى أنها قد تحركها بعض الدوافع ماذا عن المواجهات التلفزيونية التي الثلاثة المتعاقبة والتي أظهرت بشكل واضح لا يستحق لا لتحليلات ولا إستطلاعات إضافية أن كلينتون أكثر جهوزية وأكثر قابلية لأن تكون رئيسة الولايات المتحدة نعم كما ذكرت هي أكثر جهوزية وهي لديها خبرة كبيرة ومعرفة واسعة بواشنطن لكن الناخب الأمريكي والأغلبية الكبيرة من الأمريكيين لا يردون ذلك الرئيس أوباما انتخب منذ ثمان سنوات كأنه مرشح للتغيير هو جاء من خارج المؤسسة السياسية الأمريكية وغزى واشنطن وهزم هيلر كلينتون أيضا في انتخابات الحزب الديمقراطي وعدا بتغيير كبير وأصار حماس غير مسبوك في السياسة الأمريكية في العقود الأخيرة ووعد بتغيير شامل في الحياة السياسية وقال أنه سيغير واشنطن وفساد واشنطن السياسي ونخباتها السياسية ولكنه لم يفعل ذلك ولم يستطيع مواجهة واشنطن أو لم يرضى مواجهة واشنطن وتعمل كأنه رئيس تقليدي حتى لم يكن رئيسا أسودا لكثير من الأمريكيين رغم الحماسة حماسة الشبابة التي جاءت به وحماسة شبابه هو أيضا أعتقد أن أوباما خان عودة تغيير وردخ المؤسسة السياسية الحكامة في واشنطن وجاء بعد ثماني سنوات مرشح آخر على النقيد تماما مما يمثله والنادي به أوباما يطالب بتغيير وإنهاء الفساد السياسي في واشنطن هذا مرشح اسمه للأسف دونالد ترامب واشنطن مثالة التقليد السياسي الأمريكي الذي سأمه أغلبية الشعب الأمريكي وجاء ترامب كممثل للتغيير التغيير الأفضل أو الأسوأ هذه القضية ستكشفها لأيام لكن الأمريكيون يحبون التغيير بعد جورج بوش الجمهوري اليميني الذي أخذ أمريكا لحروب في شكل أوسط جاء مرشح لبرالي أسود ديمقراطي لا يحب ذو الحروب اسمه أوباما وبعد ذلك جاء مرشح فاشي عنصري بمعايير الناس كثيرة اسمه ترامب التغيير مطلوب وكلينتون كانت مرشحة الاستقرار والجمود وهو كان مرشح تغيير وإن كان الأسوأ في نظر الكثيرين إضافة إلى أن كل ما نراه في أمريكا من نخبة سياسية أو إعلامية أو تلفزيونية أو سينمائية هي من سكان المدن مدن سبعة أو سمان مدن بمعايير كثيرة نيويورك واشنطن بوستون لوس أنجلوس شيكاغو هؤلاء السكان لا يعرفون بقية واشنطن هنا نحن في واشنطن وأعتقد نعرف كميع أن خارج واشنطن بعشرة أو عشرين دقيقة من القيادة السيارة أمريكا أخرى أمريكا مختلفة تماما تماما غير المدينة لكن نخبة المدن الأمريكية أعتقد وضح انفصالهم وضح انفصالهم كامل عن بقية الشعب الأمريكي أستاذ جو معك إذا كانت وسائل الإعلام عملت بشكل مباشر أو غير مباشر متعمدة على صنع صورة معينة لترامب يرفضها الجمهور يوم الانتخاب تحديدا هل فشلت في ذلك؟ وإن كانت لماذا؟ ما الذي اختاره الأمريكيون في ترامب؟ شخصيته، برنامجه، أفكاره، توجهه ماذا بالضبط؟ يعني لابد من التسكيل في البداية أن ظاهرة ترامب لحد ما هي ظاهرة اختراع الأعلام الأمريكي في البداية هو الذي أعطاه هذه المساحة ليبرز ليهزم كل منافسيه في الانتخابات تمهيدية التحول كان في الصيف الماضي حين بدأ هو إيهانة بعض الأقليات وبعض الشخصيات الأمريكية دخل في مواجهة مع الأعلام وجعلها لعب دور الضحية لحد ما في مواجهة الأعلام كجزء من المؤسسة الحاكمة يعني لا أعتقد الإعلام الأمريكي بشكل عام لعب دور حاسم في تحديد من يفوز بالانتخابات لا أعتقد أن الدوره كبير ولا أعتقد أيضا أن هناك السياسات التي قررت أو الخبرة واضح أن الأساس المعركة كانت شخصية المرشح والفارق في النهاية أن ترامب حصل على نفس مستوى التصويت رومنيا عام 2012 لم يحصل على كثير من الأصوات الفارق أن الحماس لكلينتون لم يكن على مستوى الحماس لأوباما عام 2012 الشباب لم يخرج لها بشكل كبير نظرة إلى فضائح ويكيليكس ونظرة إليها بشكل عام وسياساتها الخارجية النساء لم لشخصية وخطابها أم للحزب الديمقراطي ككل وحصيلة بعد ثماني سنوات المجموعة اليسارية أو الليبرالية شعرت من فضائح ويكيليكس من تسريباتها أن المؤسسة الحزبية حاولت تهميج ساندرس في الانتخابات التمهية فبالتالي كان لديها تسريب لخطباتها أمام وولد سريت كل هذه الأمور جعلت القاعدة تأخذ مسافة منها في الفترة الأخيرة وعقبوها تقريبا فرأينا النساء لم يخرجن لكلينتون كما هو ما توقع كانوا في نفس مستوى أوباما الشباب لم يخرجون بنفس المستوى الرجال البيض كانوا لصالح ترامب أكثر من كلينتون وكان المستوى كلينتون بين الرجال البيض ليس حتى على مستوى أوباما كانت أقل الأقليات لم تخرجن لها بنفس المستوى في فرق 6% بين أوباما وكلينتون فبالتالي هذه التحالفات التي أوصلت أوباما عام 2012 لم تقف وراء كلينتون لكل هذه الأسبوع وهنا الخسارة هناك نقطة هامة جدا أيضا الانتخابات التجري هنا يوم السلساء يوم عمل لا سيوم عطلة المصالح الحكومية والمصالح الخاصة والشركات تفتح أبوابها في المواد الرسمية وتغلقها في المواد الرسمية فالناخب يحتاج مجهود وحماسة للمرشح كي يضحي بساعتين أو ثلاث ساعات في طبور الإكتراع من أجل المرشح مرشحي ترامب كان لديهم هذا الحماس مثل مرشحي أوباما منذ سمين سنوات مرشحي كلينتون لم يكن لديهم هذا الحماس لبعض الموجود من أجل التصويت للمرشح كلينتون أستاذ خليل جهشان تقريبا هناك إجماع على أن الأمريكيين يتوقون شكل عام مع مراعاة بعض الفوارق طبعا وضع التوجهات توقون لتغيير فشلة براك أوباما في تحقيقه هل يمكن أيضا أن نفهم أن هناك أزمة هوية داخل المجتمع الأمريكي يعني أخرجتها للسطح نتائج هذه الانتخابات هناك في الواقع عدة أزمات منها أزمة هوية يعاني منها المجتمع الأمريكي في هذه الفترة ولكن في الواقع إذا ما أردنا تحليل هذه الانتخابات أولا اجتماعيا من ناحية اجتماعية علمية وثانيا من ناحية تاريخية ووضعها في إطارها الزمني أو التاريخي الملائم لفهمها علينا أن نفهم أن هذه الانتخابات كانت بمثابة ردة فعل أولا لانتخاب أول رئيس أسود للولايات المتحدة العامل العنصري بالرغم من أن القلائل من المحللين يرغبون بالاعتراف بذلك أعتقد أن الظاهرة العنصرية أو ظاهرة العنصرية في هذا البلد ما زالت حياة ترزق وبالرغم من الانتباع الذي تركه الناخب الأمريكي بأن الولايات المتحدة بلد لبرالي متحرر من ظواهر العنصرية وانتخب رئيس أسود لأول مرة دون أي مشكلة والكل نوعا ما دعموا بنسبة عالية ولكن كان هناك يبدو لردة فعل سلبية كانت تحت السطح والآن فجأة انفجرت في وجهنا أو في وجه المجتمع الأمريكي على أداء ليس فقط على أداءه على هويته على شخصيته على كونه رجل أسود فهناك من اقتنع خصوصا خصوصا في هذه بين بين البيد إجمالا أن كان هذا القرار خطأ أن أوباما لم يمثل جميع مواطني الولايات المتحدة ولكن أداء أوباما الضعيف لم يساعدوا في هذا الموضوع بمعنى أنه أعطى فرصة للمتضررين من خلال فترة حكمه يعني هناك شريحة أعتقد ربما أنها 30% من سكان الولايات المتحدة خصوصا بين البيد كبار السن يعني الذين كانوا في الأربعينات عام 2008-2009 خلال الأزمة الاقتصادية التي مر بها البلد هؤلاء الأشخاص في الواقع لم يستفيدوا من الانتعاش الاقتصادي الذي جاء به أوباما أوباما جاء باقتصاد وحل المشكلة الاقتصادية لو لا أوباما لنهارت الولايات المتحدة كليا كنظام سياسي فهو يعني أنقذ هذا النظام ولكن في نفس الوقت هؤلاء لا يريدون أن يعترفوا بهذا الإصلاح وبهذا النجاح لأنهم شخصيا لم يستفيدوا منه يعني الشخص الذي كان في الأربعينات الآن هو ربما الآن في الستينات أو السبعينات ولم يتم إعادة تأهيله لوظيفة عمل جديدة ما زال عاطل عن العمل الذين حصلوا على الوظائف الجديدة بالملايين التي جاء بها أوباما ذهبت لأجيال شابة ذهبت للأقليات العرقية والمهاجرة ولم تذهب للرجل الأبيض هذه مسألة حساسة جدا أستاذ خليل جهشان مسألة اللون والمسألة العنصرية والانتماء الأثني لغير ذلك مع ذلك هل لعب عليها ترامب واستغلها بشكل ما؟ كيف؟ مئة بالمئة استغلها كليا ترامب أولا ليس من الطبقة الوسطى ولا من الطبقة الفقيرة ولا يعتبر أن لديه سجل في الدفاع عن حقوق هذه الطبقات هو رجل ملياردير يستغلهم لكن يستغلهم طبعا يستغلهم في كل شركاته من المعروف لأنه حتى هناك عداء لهذه الأقليات صحيح؟ المناظرات المتحدة ولكن الشخص الأبيض الذي يعيش في الريف لا يتعاطف مع هذه المشاكل في المدن التي يشكو منها سجل ترامب فترامب استغل هذا الفراغ وتجاوب بشكل نوعا ما يعني استغلالي لهذه الظاهرة في المجتمع الأمريكي وتعامل معها وكأنه هو المحامي أو حامي حما الفقير الإنسان الفقير والمواطن الفقير المهمش في المجتمع الأمريكي ومن هنا هذا التجاوب معه بالرغم من أنه ليس له أي سجل يثبت أنه كما كان هناك في الواقع هناك سجل أفضل للمرشحة الديمقراطية كلينتون بالدفاع عن حقوق المرأة بالدفاع عن حقوق الفقراء بالدفاع عن حقوق الأقليات هذا ليس له هنا تكمن أزمة الهوية يوم التصويت أستاذ فيكتور شلوب ما يسمى بالوصف البيذ الأمريكيين الذين تخوفوا كثيرا بعد قدوم أوباما من أن البيذ لم يعودوا يسيطرون على الحكم في أمريكا ربما لتلك الحقبة ولما قد يليها من حقب هل كان لهم أيضا الصوت القاطع في هذه الانتخابات شوفي هنا ثمة مفارقة اللي قال الدكتور خليل عن حساسية البيذ وأعتراضنا الضمنة على وصول أول أسود للرئيسة صحيح لكن هناك مفارقة هنا حتى يوم الانتخاب رصيد الرئيس أوباما تراوح بين 52% لـ 54% وهو نادر في تاريخ الرئاسة أن الرئيس عشية الانتخاب عادتني يسموه الرئيس البطة العزية هذا الرقم هو رقم لماذا؟ شعبية أوباما يعني مرة أخرى استطلعت الرأي التي أصبحت محل شك فيه مثل هذه إلى مقايش بحسابات تاني غير الانتخابات فهذا يدل أن الرئيس أوباما رصيده العالي 52% لم يكن لهؤلاء الواسب البيض تأثير الوازن فيه مع عدم نكران تأثيرهم هذا يأخذنا إلى أعتقد أن يقودنا إلى سبب آخر أعماق وهي تتجلى في أزمة النظام الأمريكي السياسي والاقتصادي السياسي السياسي صار مرتهن للوبيات ومن يمثلونها من شركات كبرى يعني صناعة القوانين في الكونغرس تتحكم بها ما يسمى باللوبيات وجماعات الضغط صارت القوانين يجري سنها وتوجيهها لخدمة هذه المصالح ليس فقط أيام هذا مستمر منذ ريجن في الوقت الحاضر أدى ذلك إلى تراكم الثروة بشكل جعل الفجوة بين الطبقة الإليت النخب اللفاء المالية والوسطى تتأكل آخر تقارير شفتها رأيتها بهذا المعنى الطبقة الوسطى في هذه الفترة نزلت من 70% إلى 60% والمعلوم أن الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة هي العمود الفقري للاقتصاد هذا الاقتصاد 17 ترينيون دولار 70% منه داخلي و30% خارجي هبوط الطبقة الوسطى 10% كان لابد من تسوية فتورة حسابه جاءت في الانتخاباتها الأزمة الثانية هي ما يسمى بواشنطن بالجريدلغ خاصة بين الإدارة والكونغرس يعني عربة عجلة الحكم ما عادت تشطيل مشلولة مشلولة كل هذا صب في تعزيز الاحتقان إلى درجة أنه الناخب الأمريكي عندما توجه لصندوق الاختراع توجه ثأريا يمكن هذه المرات النادرة في التاريخ الأمريكي ما أعرف إذا الأخوين بيوفوني عليها ليسأر الجانب الثاني أنه 30% اللي أشرت إليها في صوفه في اللاتينو والسود والنقابات العملية تاريخيا بقوة تنزل لصالح الديموكارات تلكوها عن الاختراع بالإضافة للاحتقان تسبب في تعويم ووصول ترامب هلأ في نقطة تانية نحكيها بعدين عن سنعود دستاذ محمد بن شاوي هناك من يقول ولو أنه لفائدة من الندم والعودة إلى الوراء الآن أن بيرني ساندرز الذي وقف بقوة ضد ما يعتبر فسادا وحتجت عليه قطاعات كبيرة من الأمريكيين كان يمكن أن يفوز هو ممثلا للديمقراطيين بدل كلينتون وبالتالي من صوت ضد كلينتون لم يصوت ضدها فقط بل صوت انتقاما منها لأنه تم أقصى بيرني ساندرز هل هذه قراءة صائمة برأيك؟ لا نعرف تحديدا إذا ما كان يستطيع ساندرز الفوز على ترامب أم لا لكن ما هو مؤكد أنه كان يصير حماسة الناخب الديمقراطي أكثر من مرشحة كلينتون وترامب نجح في إصارة الحماس لدى القطاع الأكبر من الجمهوريين وكلينتون فشلت فشلا كبيرا في إصارة الحماس لدى الناخب الديمقراطي الناخب الذي أراد التغيير ممثلا فيه ساندرز ساندرز استعى الرجل يبلغ من الأم 74 عاما أن يجذب الشباب الأمريكي الشباب الجامعات الأمريكية في أغلبه كان من أهم أنصار المرشح ساندرز وأعتقد أن كلينتون لم تستطع التواصل مع هذه الفئة الهمة جدا من الحزب الديمقراطي وتجذبها إليها بخطاب جذب هي ليس لديها أي مهارات جذبة مثل ساندرز أو مثل أوباما أو حتى ترامب ترامب له جذبها بين الجمهورين على الأقل أعتقد أن هذا لوجود الخيال عن عدم الخيال لدى كلينتون وغرورها واختيارها نائب رئيس ليس له لا لون ولا طعم ولا رائح البعض توقع أن تختار ساندرز كي ترضي هذه الفئة الغاضبة من الشياب الديمقراطي هذه الكاريزمة الشخصية؟ نعم لا أعتقد يعني مش عايز أي أحد مهم معها على الطاولة أو على بطئة الانتخاب فاعترت رجل ممل هو اعترف في تيفزيون أنه هو رجل ممل فهذا أعتقد تكلفها كثير لكن أعتقد وترامب في المقابر رجل مسلي جذاب للأسف يعني الأمريكيون يحتاجون إلى التسليم إلى أشياء أخرى وأعتقد أن أوباما أيضا أعتقد أن أوباما حزم كلينتون ليس ترامب أوباما جاء مرشحا لبراليا وتبني سياسات شديدة الليبرالية مثل فرض الزواج المثليين هذه قضية حيكلية للمواطن الأمريكي أمريكا أكثر دول العالم تديونا بأي معايير محافظة جدا بعيدا عن المدن الكبيرة النخبوية وهذا يفرض عليهم أجندة مثل هذا أعتقد أنها سعروا منه ورفضوا ذلك وعليه كان هناك قضايا اجتماعية أعتقد أن أوباما لم ينجح في أن يعرف أن أمريكا بها فئة كبيرة جدا محافظة يجب أن يكون رئيسا لها أيضا كان رئيسا للأسف لأمريكا الليبرالية التقدمية فقط في الواقع الكثير من العوامل نحاول أن نحصر أغلبها على الأقل وننير المشاهد بالجديد لأنه قيل الكثير تقريبا في كل المواضيع أستاذ جو ماكرون هل هناك حالة من الملل ربما من النخبة ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية في العالم بشكل عام النخبة وتعاليها وتبنيها لخطاب لا يتغير ثم وراء الشعارات يكتشف الذين صوتوا بأنهم يعملون لأنفسهم ويشجعون الفساد بشكل أو بآخر وترامب بكل ما يحمله من شخصية صادمة وفجة وغير ذلك جاء قدم البديل الناس يريدون الصراحة يريدون الذهاب مباشرة إلى المعنى إلى الهدف إلى غير ذلك هل هذا أيضا يؤخذ في الحسبان يعني أنا أعتقد أن هناك أزمة حكم كما ذكرت في واشنطن وفي كثير من العواصم الكبيرة في العالم؟ النخب تراجعت، مضمون السياسات، دخول الأعلام، التواصل الاجتماعي هناك فعلا أزمة حكم هناك أيضا صعود يمين في أوروبا ونتيجة العوام الاقتصادية والعولمة أنا لا أوافق مع الفكرة أن كان هذا الانتخاب اقتراع ضد أوباما لأنه فاز في كارولاين الشمالية في بنسلفانيا في أوهايو مرتين قلب غير المشهد الخريطة الانتخابية لكن المشكلة النخب الأمريكي اليوم هناك أكثر من أربعين من مئة من نخبين أمريكيين لم يصويت فبالتالي كان هناك عدم اهتمام فاز ترامب لأنه لكن هذا تقليدي في أمريكا النسبة مثل الانتخابات السابقة كانت أعلى من المستويات السابقة لعدم التصويت واضح كان هناك رفض لكلينتون وترامب في النهاية ترامب لم يفوز في صوت الشعبي لكنه كسب فعلا بعض المناطق الصناعية كما ذا كان النخب الأبيض لكن المشكلة كانت المرشحة كانت ضعيفة لكن نعم لنعود إلى أزمة الحكم كما تم الحديث عن ذلك الأمر هناك عدم قدرة على صناعة القرارة في واشنطن يعني يمكن وصفها فقط بعجلة وصف كلينتون بالمرشحة الضعيفة كانت ضعيفة نعم كانت فيه الديمقراطيون كان لديها الحزب وراءها كان لديها كل منافسيها لم يكن لديها فعلا أي شيء ضدها سوى هذه الفضائح التي عززت الصورة النمطية الأمريكيون لا يحبون عودة الداينستي هي مرتبطة في معبير كلينتون مقال لكلينتون وتصدرهم من المشهد كانت باللسمن الأمريكيين عودة إلى الماضي ترامب كان بمساوئه كان يطرح أني أنا مرشح التغيير الأمريكيون كانوا يفضلون ذلك أعتقد أي مرشح ديمقراطي غير كلينتون كان هزم الخريطة الانتخابية منذ عشرين عاما لصالح ديمقراطيين الأقليات للشباب التحالف الانتخابي الذي رسمه أوباما كان يستمر لأقود لو فازتك سأعود لك أستنى من شيء ونعود للنقاش لكن بعد فاصل اسمحوا لي بعد فاصل قصير نعود مرة أخرى إلى هذه الحلقة من تقدير موقف من واشنطن والتي نناقش فيها فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أسباب ذلك وربما المفاجآت التي يحملوا هذا الانتخاب بالنسبة للمستقبل أرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من تقدير موقف والتي تأتيكم من واشنطن نناقش فيها انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ما حمله هذا الانتخاب من مفاجآت وحسابات ربما بالنسبة للمستقبل أستاذ خليل جهشان الآن بعد أن يصحوا الجميع من النشوة والانتصار وأيضا الخيبة ما أبرز التحديات بما دونالد ترامب رئيسا وليس مرشحا أعتقد أن هذا هو التحدي الأكبر لترامب بصراحة لأن كل الانتقادات التي وجهت له منذ خوضه المعركة الانتخابية أنه لا يملك الكفاءات أو الكفاءة السياسية خصوصا لحكم البلد عليه الآن أن يثبت نفسه يعني هل كمرشح نجح نجح بغوغائيته نجح بكلامه الصريح نجح بعدم طرح حلول مفصلة لمشاكل الولايات المتحدة ولكن تعاطف مع مطالب شريحة واسعة من الجمهور الأمريكي جمهور الناخبين الأمريكيين الذين أيدوا وأدوا إلى فوزه في الانتخابات المشكلة الآن هل سيستطيع أن يحكم التحدي كبير جدا الفجوة هائلة جدا بين الترشح للانتخابات وقيادة حملة انتخابية شبه ناجحة لأنه في الواقع الحملة لم تكن ناجحة الجمهور الذي هو أنجحها وبين حكم البلد هل سيستطيع أولا ما معدى أن يستطيع أن يحكم ربما عبارة تتكرر كثيرا ولكن في التفاصيل لا يفهمها للكثيرون يعني الصورة أو الفكرة عن رئيس أي دولة هو أن يحيط نفسه بمستشارين جيدين يساعدون على اتخاذ القرارات الجيدة هذا صحيح وخصوصا هناك وخصوصا هنا في النظام الأمريكي هذا صحيح مئة بالمئة لأنه بالأساس يعني السياسة الأمريكية فيها عامل تسويقي كبير جدا التسويقي يلعب دور هام جدا حتى رئيس ليس لديه كفاءات كبيرة إذا ما بالفعل أحاط نفسه بمستشارين أخذي على سبيل المثال هناك تاريخ حافل بهذا الموضوع ريغان خصوصا في فترة حكمه الثانية كان في الواقع يشكو من مرض الخرف لم يعرف نفسه أين هو كان هنا أو في كلافورنيا ولكن كان حوله مستشارين أربع أو خمس أشخاص كل واحد منهم كان يستطيع أن يدير الولايات المتحدة من بيكر إلى ميس إلى ديفر إلى غير هؤلاء الأشخاص سيستلهم منه برأيك دونالد ترامب؟ لا أعتقد ذلك دونالد ترامب لا يستلهم أي شيء دونالد ترامب يعتقد أن العالم يدور حوله وهو الكوكب الأساسي في هذا العالم والعالم كله يدور حوله الكواكب كلها تدور حوله لا يقرأ لا يفهم لا يفسر لا يريد من أحد سمانا خطابة أكثر ليونا في اليومين السابقين بعد انتخابي مباشرة هل هذا يؤشر ربما على وعي منه وإدراك بأنه عليه أن يتغير الآن ولا خيار لو غير غير أن يتغير نأمل ذلك من أجل مصلحة البلد ومصلحة العالم لأنه رئيس الولايات المتحدة لن يضر فقط في اقتصاد الولايات المتحدة سيؤثر ويضر في الواقع في أمن واستقرار العالم سيد جو مع كارون هل هناك من الشيء شعارات ما سيتخلى عنه الآن وساعدا دونالد ترامب وماذا ستكون وما الذي سيحافظ عليه مما قاله ورفعه وصدعه به بقوة خلال حملة الانتخابين يعني لا نعرف حقيقة أي ترامب سيطلع علينا في 20 يناير المقبل هناك تساؤلات كثيرة هناك داخل حملته المتشدد وهناك المعتدل أكثر مثل كونووي ورينو بريبس يعني هناك حوله معتدلين ومتشددين واضح يعني سيصطدم ابتداء من 20 يناير بأن الحكم صعب سيكتشف يعني حين ذهب إلى الكابتور هيل بالأمس أو يوم الخميس الماضي اكتشف أن أولويته لوقف الولاية الزمنية للكونجرس رفضها ميتش باكوانر زعيم الأكثرية الجمهورية رفض أيضا فكرته لإستثمار في البنات التحتية قال له نتفق معك في الرعاية الصحية لضقد قانون أوباما للرعاية الصحية وربما بعد أولوية الأخرى للمجلس النواب هناك الطير المحافظ هناك الجمهوريين المعتدليين هناك الديمقراطيين يعني سيكتشف قريبا أن بناء الجدار مع المكسيك صعب أن ترحيل المهاجين الغير الشرعين 11 مليون صعب تمريره ضمن البيركراطية الأمريكية بدون خلق أزمة أن هناك المحكمة الدستورية في بعض الحيان إذا أراد سحب بعض الحقوق الأساسية للشعب الأمريكي يعني عليه أن يتأقلم مع الوقت طبعا سيبقى خطابه يتوجه إلى هذه القاعدة التي انتخبته لكن بنفس الوقت أعتقد سيتأقلم مع هذه المؤسسة الحاكمة وإلا سيدخل في أزمة كبيرة لن يحكم أكثر من المكتب البوضاوي ولن يكون له حلفاء داخل الكوميس بكتور شلهوب قيمة طويلا بأنه قسم المجتمع الأمريكي ربما المظاهرات التي شهدتها عدد من الولايات الليلتين الماضيتين ربما تستمر لأيام أخرى دليل على ترسخ وازدياد هذه الفجوة ما المطلوب من دونالد ترامب الآن حتى ينفي عن نفسه تهمة تقسيم المجتمع الأمريكي وفورا إذا أمكن التقسيم بالانقسام العمودي وحتى الأفق بمعنى الاقتصادي في الولايات المتحدة ليس من صناعة ترامب من صناعة نظام موجود بالأصل يعني ترامب ركب موجته وصب عليه المزيد من الزيت خاصة في خطابه العنصرية والفئوية والتحريضة أمس كان في زيارة لواشنطن اجتمع مع الرئيس أوباما ثم اجتمع مع قيديات القاومة الرئيس أوباما كان بليأته ونبله الحقيقة كرموا ومدد الاجتماع من ربع ساعة لساعة ونص وقال أنه حكيه فيه مواضيع كتير بالطبع حطه بشكل ما في صورة الحكم وما ينتظره من مسؤوليات وأنه هذا البلاد المسمى البلاد الأبيض هون بده يترتب عليك فيه لم تحمل مسؤوليته حمل كبير رد لأول مرة ترامب على الرئيس بشكره بامتداحه لأول مرة هذا رجل جيد لأول لأول مرة وصافحه البلد انتلب الإشعاعات أنه ربما بداية جيدة بالشكل صحيح بالشكل صحيح وقال لأول مرة أنه أنا دايما أطلب استشارته هذا ليس من عويد قال تطلع بفارغ الصبر لنعمل معا هذا سواء آخر ما معنى العمل معا لا يستشيره معنى أنه مجرب وخاصة بالشهرين هاودي يستشيره بعملية انتقال السلطة التحدي فيكتور بالنسبة لترامب أنه هو الشخص الذي قسم هذا البلد خلال 18 شهر شردمه يعني تشردم غير غير معهود إضافة إلى التشردم التقليدي أمريكا صعب يعني إذا خيرنا الأمريكاني أين تشرق الشمس وأين تغرب 50% مع شروكها من الشرق و50% مع غروبها في الشرق لا 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 أنا لا 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 أنا لا 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 أنا لا 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 كيف يوحد هذه الأزمة كيف من قسم كيف يكون بالتوقف هذا هو الموضوع صار انطباع خرج انطباع وعشي مساء أمس كل التحليلات والباندت والمعلقين أنه أعطوا فرصة لهذا الرجل لكن في الحقيقة العرفين بالأمور ما في غير ثلاث السيناريوات إما هذا الرجل يتعقلا بعد الفوض وهذا مستبعد لأنه تاريخه يشهد وما بيقدر يمسحه مسحة واحدة وإما هذا الرجل يرجع لشعبويته وهذا صعب في البيت الأبيض الحل الثالث هو الخيار الثالث السيناريو الثالث هو الأخرى أنه يعول على فريقه وهنا تكمن المشكلة ما يتردد حول أسماء الفريق مخيف غير مشجع مخيف يعني أن يأتي بجينجرش لوزارة الخارجية وبجولياني لوزارة العدل التي تتولى الأمن ليس مثل ببلادنا تتولى الأمن هنا صوت الأمن وكريس كريستي لمنصب أمني آخر أو بالبيت الأبيض وفي جنرال فلين كان مستشاره العسكري بالحملة الانتخابية هذا الرجل حديد بكل معنى الكلمة فإذا هذا الطاقة هل تدل هذه الأسماء ولو أنها ما زالت في بدايتها على الأولويات دونرشا تدل على اختياره لهم تدل على توجهات فإذا رسع لها الفريق أو حتى بعضا منه في الحقائب الأساسية خارجية دفاع CIA مستشار الأمن القومي ومدير عام البيت الأبيض اللي هو Chief of Staff فمعنات هذا الفريق إذا كان ترامب فعلا عجز عن تحريك مفاتيح الحكم وغير قادر بخطابه الشعب ويحرك هؤلاء بدنا يدروه وهنا كما قلت يكمن الخطار استاذ من شاوي قبل النذى بين المحورة الرابعة والأخير وباختصار استطعنا هذه المظاهرات التي تقول بوضوح ترامب ليس رئيسي إن كان من دورها أن تمارس عليه أي نوع من الضغوط وتؤثر في تواجهات ما هي هذا الضغوط وأين يجب علي أن يتغير استجابة الله لا أعتقد أنها تمثل ضغوط كبيرة كما ذكرنا ذكرت في أول البرنامج هذه مظاهرات في المدن النخبوية هو شباب غاضب ثائر من أنصار بيرني ساندرز وليس هيرير كلينتون ومن حقه التظاهر وحتى الآن التظاهرات سلمية وأعتقد أنها ستنتهي خلال أيام قليلة هي ظاهرة ستختفي قليلا لكن الذي لن يختفي قليلا هو مخاوف الجالية العربية والإسلامية بعد الخطاب الفاشي المتعصب من دونالد ترامب وحملته خلال الحملة الطويلة الجالية المكسيكية الهيسبانك الذين يخشون اليوم الاعتقال أو الترحيل وعليه أعتقد أن أراد يظهر حسن النية وأنه رئيسا لكل الأمريكيين في لحظة خوف بعض الفئات الأمريكية مثل ما فعل جورج بوش بعد 11 سبتمبر ذهب إلى الجامعة الأكبر في واشنطن ووقف مع كبار قادة الجالية الإسلامية وطمع أن المسلمين أنهم في أمن داخل وطنهم الولايات المتحدة أعتقد أن ترامب سيكون أتمنى أن يكون بهذا الزكاء أن يخرج للأمة الأمريكية يتحدث للفئات التي تخاف اليوم على أولادها وعلى مستقبلها في هذه البلاد هم أمواطن أمريكيون مثل الهيزبانيك والمسلمين بعد الخطاب الفاشي وليس ظهرت نتائجه في زيادة الجماعات العنصرية على المكسيكيين وعلى المسلمين في عدة ولايات من التي صوتت بكسافة للمراجحة ترامب على كل أسئلة كثيرة تطرح وتساؤلات بالنسبة للمستقبل من أهم هذه التساؤلات هل تتخلى الولايات المتحدة في ظل الحديث المتواصل عن نقص الموارد نناقش ذلك ونحاول الإجابة على هذا السؤال بعد هذا التقرير أرجو أن تبقوا معنا يبدو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عازما على تغيير ملامح السياسة الخارجية التي بصم عليها باراك أوباما خلال ثماني سنوات الماضية فطول حملته الانتخابية أطلق ترامب تصريحات تظهر رؤيته لما ستكون عليه السياسة الخارجية خلال سنوات حكمه نالت العلاقات مع إيران النصيب الأوفر من تصريحات ترامب خاصة الاتفاق النووي الذي وقعت الدول الست الكبرى مع طهران وقال في مناسبات عدة إنه سيغير هذا الاتفاق وسيعيد التفاوض بشأنه أما فيما يخص الأزمة السورية يذهب ترامب في اتجاه تبني الرواية الروسية لها يؤكد الرئيس الأمريكي المنتخب أن الأولوية للقضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية قائلا إن العدو الرئيسي للولايات المتحدة هو الإسلام الراديكالي ولم يذكر ترامب في أي من تصريحاته معاناة السوريين أو أدان جرائم الأسد في حقهم بل كان مركزا على حرب تنظيم الدولة وخطر اللاجئين السوريين على بلاده وقد تأخذ علاقات واشنطن مع القاهرة كذلك منح التغيير لم يكن مفاجئا أن يكون رئيس المصري عبدالفتاح السيسي أولى المهنئين لترامب بعد فوزه بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي تظهر التصريحات التي أعقبت اللقاء بين الرجلين في سبتمبر أيلول الماضي أن العلاقة بين الولايات المتحدة في عهد ترامب والنظام المصري ستكون أفضل مما كانت عليه خلال فترة أوباما في ملف القضية الفلسطينية يغيب أي موقف واضح لترامب من حل الدولتين الذي دافعت عنه الإدارات الأمريكية السابقة منذ عهد بوش الأب إلا أنه يبدن حيازا واضحا لإسرائيل يقول ترامب في إحدى تصريحاته إنه لن يفرض أي حل على إسرائيل بل وتعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة اعتاد ساكن البيت الأبيض أن يلتزم بثوابت السياسة الخارجية الأمريكية لكن ترامب لا يبدو ساكنا عاديا على الأقل من خلال تصريحاته ستذ جو صحيفة الجاردين البريطانية هنا أنقل عنها حرفيا تقول فوز ترامب يعني حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بستراتيجية الولايات المتحدة مستقبلا وذلك في عالم اعتمد لفترة طويلة على استقرار الولايات المتحدة قدرته على زعزعة العالم لا حدود لها تقريبا في كل المجالات الدفاع الدبلوماسية الأمن البيئة تجارة إلى غير ذلك هل مشهد بهذه القتامة؟ يعني مشكلة ترامب أنه لا يمكننا التنبؤ بسياساته الخارجية المستشارين حوله ليس لديهم خبرة في الحكم علينا أن ننتظر أي رسالة سيواجه خلال هذه التعينات من وزارة خارجية أو غيرها لا أعتقد أنه سيتمكن من تمرير انكلاب في السياسة الخارجية الأمريكية المسألة معقدة أكثر طبعا هناك أعتقد قلق بين حلفاء الأوروبيين بين حلفاء في الخليج واضح أن لديه ميل للتعامل مع بعض الموضوع بمصر ووجه رسالة إيجابية إلى تركيا أيضا لكن المشكلة أعتقد أنه بشكل عام ما أدى إلى وصول ترامب هو موجة عزلية في الولايات المتحدة كانت بين اليسار أو كانت بين اليمين هناك رغبة بعدم التورط هناك رغبة بعدم دفع أثمان حماية أمنية لدول أخرى فبالتالي أعتقد هو سيأتي بهذه العقلية أنه ليس هناك أي شيء تقدمه أمريكا بدون سمن بدون شروط أفضل لها فبالتالي أعتقد هو يأتي من عقلية هذا الرجل الأعمال الذي يريد دائما أن يحصل على تسوية الأفضل في هذه العلاقات لكن المشكلة أن هذا الحلفاء في أوروبا وفي الخليج وغيرها تعودوا على استقرار السياسة الأمريكية على دعم المطلق لهم فبالتالي يخفون من انسحابه من تغيير المناخي في باريس من موضوع لكن أعتقد أنه قادر بالشكل العام على انكلاب كبير لا يمكنه التخلي عن الانتفاق النووي الإيراني عن الحرب على داعش يعني هناك أعتقد قيود التي كانت على أوباما هي نفسها على ترامب لا يمكنه أن يأتي بانكلاب لأن الخيار العسكري غير موجود فبالتالي عليه أن يتأقلم مع هذا العدم الاستقرار في العالم لسيا ما في شرق الأوسط أستاذ منشاوي هل سيستمر في سياسة أوباما المتراجعة في منطقة شرق الأوسط على الأقل؟ أعتقد أن كما ذكر جو صحيحا أن الوجود الأمريكي اختلف وسيختلف في عصر أوباما أو ترامب كما اختلف في عصر أوباما لكن أعتقد أنه لا يملك الحرية المطلقة في الانسحاب من الشرق الأوسط أمريكا لها مصالح كبيرة في المنطقة خاصة في الخليج ولن تسمح بوجود لاعب يسيطر على المنطقة إذا رحلت عنها مثل روسيا في هذه الحالة لكن أعتقد أن النقطة الأكثر خطورة في سياسة ترامب الخارجية تتعلق بالشرق الأكثر تحديدا اليابان والصين وكوريا الشمالية والجنوبية هو قال أننا نوفر مظلة أمنية ليابان مجانين والكوريا الجنوبية وهذا صحيحا لكنها جاءت في إطار الحرب الباردة والحرب الكورية فأمريكا نعم متوفر مظلة أمنية مجانية وله قواعد عسكرية هناك ما كانت خافة أن يساطر الاتحاد السوفيتي على هذه المنطقة والآن هذا أصبح من الماضي وأعتقد أن أوباما ترامب كرجل أعمال كما ذكر جوه يريد ثمنا للوجود والمظلة الأمنية في اليابان وكوريا الجنوبية وهي دول غنية جدا بمعادلات العالم كذلك هو أقر وعدا انتخابيا هاما وأعتقد أن الكونجرس سيوافق عليه وهو إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع دول المحيطة الهادي التي منها اليابان وكوريا ودول جنوب شرق آسيا النمور الصعادة التي كانت صعادة والآن نمور قوية الكونجرس ليس لديه رغبة في تمرير هذه الاتفاقية الفئة التي أنجحت ترامب فئة العمال الغاضبين من ذهاب المصانع إلى المكسيك أو الصين تدعم بشدة الانغلاق التجاري في هذه الدول وفرض تعريفات جمهورية على العلاقة التجارية مع أمريكا أمريكا أجول مستورد من هذه الدول في العالم وهذا أدى إلى إغلاق المصانع هنا في الولايات التي فاز بها ترامب وأعتقد أن دول المحيطة الهادي هي الأكثر تدرورا من وجود ترامب بسبب عدم إقرار هذه التجارة الحرة والبحث وعادة النظر في المظلة الأمنية المجانية التي توفرها أمريكا لليابان والكوريا الجنوبية أستاذ خالي جهشان تحدث كثيرا أيضا عن المشاريع الكبرى والبنية التحتية ومما يعيد على مستوى الصورة عظمة الولايات المتحدة الأمريكية إن كفاء على الداخل لا يتعارض مع فكرة إعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى سابق مجدها وعظمتها وحضورها في العالم بدون أي شك هنا يكمن أحد التناقضات الرئيسية في نظرته العام للعالم يتحدث عن عظمة الولايات المتحدة ويتمنى وفازة في رئاستها وكأنها جمهورية موز الولايات المتحدة عظيمة إن كان هناك ترامب أو غير ترامب يعني هي ليست جمهورية موز أو ليست دولة في العالم الرابع هي دولة عظمة وبحاجة إلى رئيس يفهم ذلك ويعرف كيف يحافظ وربما يوسع ذلك بدل من أن يقلص ذلك يعني عندما تكلم عن كثير من هذه البرامج التي أشرت عليها يريد أولا إعادة بناء القوات المسلحة بأرقام هائلة غير معهودة منذ الحرب العالمية الثانية لم نسمع مثل هذه الأرقام عدد البواخر عدد الغواصات عدد الطائرات عدد الدبابات يريد إعادة بناء البنية التحتية كما تفضلت للولايات المتحدة يريد القضاء على داعش خلال أيام يريد بناء الجدار العنصري مع المكسيك كل هذه الأمور لها تكلفة نحن تخفض الضرائب أيضا في نفس الوقت يريد تخفض الضرائب يعني كما فأنا حمل هذا كلام صحيح كيف تخفض الضرائب والذي هو الدخل الأساسي للحكومة وتريد كل هذه البرامج لحكومة أكبر وهو يدعي بأنه يريد تصغير حجم التقليص حجم الحكومة نقص الموارد بالطبع يعني هذا هو التحدي نقص الموارد من أين سيأتي من الموارد؟ يعني هو يسخر من أوباما لأن العجز في ميزانية الدولة صعدت إلى 16 تريليون دولار خلال فترة حكم أوباما في الواقع إذا ما نفذنا هذه البرامج لترامب سيصل العجز حسب الخبراء الاقتصاديين في هذا البلد سيصل إلى 200 تريليون دولار إذا حتى أمكننا أن نتخيل هذا المبلغ فنقص الموارد الذي دفع برؤساء الولايات المتحدة منذ ريغان حتى الآن للتراجع في كل هذه المجالات هو نفس التحدي الذي سيواجه ترامب عندما بالفعل يصل إلى البيت الأبيض بعد العشرين من يناير القادم رجل أعمال أهلا وسهلا نحن نرحب برجل أعمال يعرف مبدأ الربح والخسارة ولكن في نفس الوقت رجل أعمال فاشل اضطر إلى في الواقع ست مرات لإعلان إفلاسه اضطر إلى بيع أهم بنايات كان يملكها وعليها اسمه عدة مرات هنا في الولايات المتحدة وغير مصدر رزقه واشبح رغم ذلك رئيس الولايات المتحدة وغير مصدر رزقه الكل اليوم يعتقد بأن ترامب هو أكبر ديفلوبر يعني للعقارات ليس له أي بزنس في العقارات اليوم ترامب يبيع جرافتات يصنعها في الصين يبيع بدلات يصنعها في المكسيك ويتحدث لنا بأنه رجل أعمال يدير يدير الحملة وقطع الحملة وذهب للافتتاح هل هذه هي الخبرة الاقتصادية التي تحتاجها الولايات المتحدة اليوم لا أفتتاح أخيرا ربما هل سيتراجع حقيقة يعني بشكل جديد دور الولايات المتحدة وحضورها في العالم باختيار دونالد ترامب اختياراته هذه غير المدروسة والمتناقضة حتى أم رغما عنه المشكلة أنه واحد من ترهاته أنه يلغي الاتفاق التجاري إذا ألغي هذا الاتفاق معناته في حرب تجارية مع الصين والمصدرين الكبار هذا يعني الصادرات الأمريكية الولايات التي تأتي لأمريكا تحضر لرسوم كبيرة هذا شارع بخطين الخارج يرفع الرسوم يهبط التصدير ترتفع لبطالة عندها إذن كيف يمكن لترامب أن يتخلص المأزاق لا يوجد أدامه إلا هل تقرأ بمصد مستشار اقتصادي بهذه المعارسة ما عنده غير المخرج العسكري الخارج خاصة إذا أحاط نفسه بهذا الفريق والمرشح في هذه الجولة كوريا الشملية ممكن يصور فيه حرب كحل اقتصادي لأنه كوريا الشملية إذا بيئت تتمادة بتصنيع الصوريخ والقنابل العبر الصوريخ العبر القارة والقنابل سيأخذ منها ممسك والحقيقة الكوريين يمكن يلعبون بالنار فهذه تعطي مدخل لحرب مع غورية مع ما قد يستدع ذلك من مش حرب احتدام بيننا وبين الصين لا نستطيع في ختم هذه الحلقة لأن نقول غدا لنظيري قريب سيوضع على المحاك لفترة طويلة دونالد ترامب الرئيس الخامس والاربعين للمتحدة في الختم شكرا لحضوركم أشكر ضيوفي هنا أو أنا ضيفتكم بالأحرى خليل جهشان المدير التنفيذي للمركز العربي بواشنطن الكاتب الصحفي فيكتور شلهوب جو ماكرون الباحث المركز العربي بواشنطن ومحمد المنشاوي الصحفي المختص بالشأن الأمريكي في التلفزيون العربي وشكر موصول لكم مشاهدين شكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة التي جاءتكم من واشنطن هذه تحية لكم أينما كنتم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر